سلام ونعمة المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة حلقة النهاردة بعنوان أشيوخ ولعبة بنك الحز يعني أنا كنت بتكلم خلييني أشرح لكم ليه إحنا سمناها كده النهاردة كنت بتكلم مع أحد الإخوة في موضوع حلقة الأسبوع ده وطبعا ده يعني حديث الساعة اللي حاصل على الأرض الآن مع هؤلاء الشيوخ والمبارزات يعني واحد وقف قدام المحكمة والتانيين المفروض ييجوا يقفوا قدام المحكمة لكن في بقى مبارزات وفريق هنا وفريق مع ده وفريق مع ده فكنا بنتكلم في الموضوع ده وبنتكلم عن المواقف الدائمة التغيير مع الشيوخ الإسلاميين فقال لي كده دول دايما معاهم كارت بيلعبوا بيه زي كارت بنك الحز كده بصراحة أحلى تشبيه سمعته ده تشبيه مناسب جدا تعرفوا ليه؟ لأنه يعني اللي يعرف لعبة بنك الحز دي يعني أكيد كلنا لعبناها مع عيالنا وأحفادنا وكلام من ده يعني صراحة هي لعبة مملة قوي بالنسبة لي بس العيال بيحبوها بيحب بيحسوا أنهم اشتروا باعوا وعملوا وفكروا لكن هي اللعبة فعلا فيها استراتيجية ودايما طويلة قوي بتاخد ساعات وعايزة طولة بال وإنت بتلعب كل ده ينطبق على الحاجات اللي بيعملوها الشيوخ دي فيه استراتيجية كده وبيطولوا بالهم مع الناس ويتكت كلهم ويخططوا لهم وكده ويبع لهم ويشتري منهم لكن يعني اللعبة نفسها ممكن تخسر فيها مباني وممتلكات وممكن تكسب وعندك بنك وحاجات زي كده لكن كمان ممكن يكون معاك كارت مهمة قوي الكارت ده اللي يرجعك لو أنت خسران ترجع بقى إيه تمشي به العكس اللعبة بتمشي كده على يعني في اتجاه عقارب الساعة أنت بقى ممكن ترجع تمشي العكس وتاخد إيه يعني غالبا حيكون عندك فرصة تسترجع أو تحمي ممتلكات النهار ده بقى حنتكلم عن شيوخ الإسلام اللي لعبتهم لعبة بنك الحظ والكارت اللي في ايديهم فيه كروت كتير لكن الكارت ده أفضل المفضل عندهم سواء كان بالإجاب أو بالسلم هم بيعملوا نفس الشيء حطين الكارت ده في جيبهم يطلع وقت ما يتزنقوا يتزنق يروح مطلع الكارت ده والكارت ده في المفهوم الإسلامي اسمه التقية والمعاريد دايما الناس يعني شرحنا وعملنا حلقات وكده التقية إنك ما تقولش اللي اتنين هما اللي اتنين نفس الحكاية إنك ما تقولش اللي انت قاصد تقوله أو تقول نصه وتبقى مخبي في بالك نصه أو إنك تكذب في حالة الحرب أو إنك تكتب على مراتك أو إنك تكذب في حالة الإصلاح بين الناس دي حاجات موجودة دايما الناس تقول إن التقية دي عند الشيعة لكن الواقع لأ عندك مية طريقة تكذب بيها كذب مباح في الإسلام ترخيص بالكذب فكرة إنه الإنسان يرخص ليك كذب دي يعني حاجة كبيرة يعني بتدخل الخداع وتفكر وتصمم طرق علشان تخدع بيها الناس اللي حواليك تحمي نفسك عشان تحمي نفسك على فكرة الشيخ اللي عايش بره اللي دايما بيشتم ده وأنا واجدي غنيم فالشيخ واجدي غنيم علق على المحاكمة بتاعة الشيخ يعقوب وقال إنها مصرحية ومهزلة وإنه إزاي عمل كده وكان ياريته مات وهو يعني على إيمانه وما بهدلش نفسه لإنه المفروض إنك تكذب وتعمل التقية دي كده زي ما عمار بن ياسر أنكر الإسلام كان بيعمل كده عشان يحمي نفسه لكن إنت يعني إيه ضيعت الأمة إنتو على طول مضيعين الأمة إنت كمان مضيع الأمة لإنه إنت ماشي بطريقتك بس وبتعمل اللي ينفعك إنت بس إنت عايش برة دول عايشين هنا كل واحد بيحمي نفسه بطريقته هي هي نفس الأسلوب بيسلموه ويستلموه من بعض بس خليني أقول لكم إن النهار دا بقدم الحلقة دي مش عشان أنتقد الشيخ يعقوب ولا الشيوخ دي أنا هقدم أفكار عن ما حدث لكن مش هدفي إن أنا أنتقد الناس دول ولا يعني الشيخ يعقوب دا لإنه وقع بقى تكتر سكاكينه يعني لا مش دا الهدف ما يهمنيش هو عمل إيه بصراحة لكن يهمني إن الناس اللي بتدت تفهم تستنير أكتر ويهمني إن الناس اللي هم وقفوا علشان يعني يعلموهم السنين دي كلها تستنير أيضا ويكون عندهم فرصة للخلاص إنت المتأثر وإنت المتأثر وإنت المتأثر بأكاذيب هؤلاء الناس والنهار دا فرصة إن ربنا بيوري لكم أنا مش عايزة أنتقد الشيوخ بس عايزة أقول إن الناس ابتدت تفهم وأنا حكشف معاكم الخداع دا ويعني خداع الإسلام وخفايا ما كان يدور خلف السطار هؤلاء الشيوخ يمثلوا الإسلام الأصولي السلفي اللي راجع للسنة واللي راجع إلى عصور الرسول والتابعين والصحابة والتابعين ومن بعده دول المثل دول المثل بيعملوا بالضبط وما يأتاكم الرسول فاخذوا وما نهاكم عنه وما انتهوا وبقا ينرحوا عملين لك بقا والصحابة وده وده مش كده عمر أديب لما يمكن تاني أو تالت يوم القضية دي علق حط القضية وقال إنه الراجل يعني يعني كان بيقول كذب واضح وكلام من ده لكن قال حاجة مهمة قوي لازم تنتبهولها قال إحنا كنا بنقول إن التقية دي كانت موجودة بس عند الشيعة لكن أنا بقول لكم لأ موجودة عند دين موجودة موجودة ويعمل كده بس ما قالش هي موجودة فين اعترف إنها موجودة لما بنتزنق بنعترف إنها موجودة بس هي مش موجودة عند دول بس لكن إحنا بنشوفها لحد النهار ده وكل يوم مع الأزهر وشيوخ الأزهر دي اللعبة دي اللعبة هي هو ده كارت اللي في الجيب اللي حيرجعهم يلفوا عكس عقارب الساعة عشان ياخدوا كل الممتلكات تاني يعني طرح كده واكل رجع كده واكل بس لازم إحنا بقى ننتبه لإنك أنت مش زالعة وإنتي مش يعني كلمة العوامل اللي هنتكلم عنها بعد شوية دي يعني بلاش نتعامل مع الناس على إنهم أشياء أو مثلا من الحيوانات ولا البهايم ولا حاجة زي كده هكذا يتعامل معكم الشيوخ هكذا كانوا يتعاملوا معنا الشيوخ دلوقتي الناس ابتدت تفهم وتدرس وتسأل وده اللي إحنا كنا عايزينه كل يوم بيجو لي شباب وشابات في منتهى الروعة بصراحة درسوا بنفسهم مش بس اللي إحنا قلناه لكن درسوا بنفسهم ويقدروا يتكلموا بنفسهم بس معهم على بلاتفورمز بيتكلموا دلوقتي أنا بقعد مش عايز أتكلم لأننا يعني مستمتعة بعمق فهمهم الجديد انتبهوا انتبهوا الخدع ده مش حيمشي تاني النهاردة هنتكلم عن استدعاء الشيخ يعقوب والشيخ حسان والشيخ الحويني للشهادة أمام المحكمة في قضية داعش لأن المتهمين 12 متهم تقريبا أقروا إنهم التلمزوا وتعلموا من تعليم هؤلاء الشيخ بالاسم والحقيقة إنه مش بس دول في مئات الألاف بل يمكن ملايين اتعلموا على أديهم وحوريكم النهاردة كيف أن هؤلاء من علموا وربوا ينكروا في يعني كده لوجو معروف علمني الحويني ورباني يا عقوب مش عارفة حسان راح فين في النص بس حتى هم عادين في مقابلاتهم بيقولوا كده علمني الحويني ورباني يا إخير ما ربيت عادينه شفنا دواعش بيقتلوا المصريين نفس الشيخ دولهم اللي بنفتكرهم كده بالعبارات الشهيرة أسود السنة أقمار الشريعة معرفش جب مننا أقمار الشريعة دي والمدافعين عن الدين أنا شخصيا يا ما قدمت لكم وكلنا الحقيقة قدمنا لكم طرح مفصل لأرأهم لأنهم يمثلوا الشريعة الإسلامية ليس لأنهم متطرفين انتبه الناس دي بتقدم لك ما هو موجود في الشريعة وانت بقى مثلا عايز تنكر ابن تيمية عايز مش عارف قدت لقيهم كلهم أينما تكلموا يقتابسوا من ابن تيمية احنا قدمنا أرأهم وتعلمهم وحلقتهم بكثرة وفندنا الأفكار دي من غزوة السنديق إلى أختاه إحزاري للشنطة الحمراء وانت صليت على النبي النهاردة إيه ده؟ بصوا الحصيلة بتاعة الناس دي اللوجوز بقى اللي انتوا هتحطوها في اليوفت كده انت صليت على النبي النهاردة زي ما كانوا ماشيين كده حطين انت صليت على النبي النهاردة على ظهر كل العربيات فتحس إنك طول ما انت ماشي لو ما صليتش على النبي اللي جنبك هسألك انت صليت على النبي وكأنه ده اللي حيخلصك ولا ده اللي هيديك فضل ده كلام فاضي ده كلام فاضي أنت لا تعلم أصلا من أين جاء هذا النبي قول انت إيه اللي غير قلبك النهاردة قول كده انت ربنا عمل إيه جواك النهاردة عشان يخليك إنسان مفيد أكتر لكن انت صليت على النبي النهاردة ومتوقع انه هذا الاله قاعد فوق يقول له الله مصلي عنك الله مصلي وما بيعوش حاجة غير كده يعني الخلاصة هذه التفاهات دول اللي خلوا الشعوب الإسلامية فكرة هي تدنى وينحذر وينحذر مش بس دول عندك عبدالله رشدي بقى وضيف بقى وضيف كل الناس الكتيرة الفكر بتاع الشعوب الإسلامية هو أساسا منغرس في موضوع الجنس والشهوات والظلم النساء وتشيئ المرأة لكن بقى دول زودوها يقول لك قلبك وش عارف إيه وعد يتكلم على قلبك وبعين في نفس الوقت وبيتكلم على قلبك يقول لك إنه يعني يا ليتنا كنا نسبي النساء ونثري الأمة الحويني ونثري الأمة بما يعني بالسبايا ومش عارف إيه قلبك إيه قلبك طيب يعني قلبك مفيش يعني أوكي فهم نفسهم علموكم إنه الغريزة مقبولة والشهوة والجهاد في سبيل الله والتطرف الأعمى دول اللي خرجوا لنا شباب لما تتناقش معهم بقى اسمعدي عشان دي يعني إيه أنا حوشتها لكل نهارد اسمعدي قولك إيه قلت لك إنا لما تتناقش بقى مع شباب كده ويحب يفحمك يقولك إيه سؤال طب أنا بقى عندي سؤال يا أستاذ يعني اتنين قاعدين يتناقشوا على القلب هاوس دي بس معها كتير سؤال هو ملابس المسلم الداخلية أنظف ولا ملابس المسيحي بقى يعني خلاص هو كده وضبك مش هتعرف ترد لا يا أستاذ ملابس اللي والدته علمته إزاي يكون نظيف ولكن النضافة يعني نضافة الجسم دي بنتعلمها وإحنا عيال يعني كنت حمي العين خمس مرات في اليوم أنا أسفق يعني وكنت مسيحية برضو وأنا بحمي عيالي خمس مرات في اليوم ما فيش مشكلة النضافة نضافة في التعليم ولكن نضافة القلب راحت فين إزاي وإنت تنظر إلى المرأة اللي أمامك والست اللي أمامك تنظر لها على أنها أقل مش بس كده قلبك وزهنك اللي اتنين بيفكروا في غرائز بشعة هذا ما تعلمته من هؤلاء الشيوخ فما تبقاش تفهم حد تاني وانت قاعد كده وتقول له ملابس الداخلية مش عارف إيه ملابس الداخلية ملهاش دعوة ولكن القلب النظيف والزهن يتطور في معرفة الله فيكون زينا نقل من تحت أيدين هؤلاء طلع عبدالله رشدي وأمثال وابوه كان منهم من الدعوة السلفية مش كده عبدالله رشدي اللي بيقول لك لا هو كده أنت يعني المرأة هتقتصب هتقتصب لأنه ده حقه هو أنا نايم جنب صاحبي إحنا أخوات ولا إيه هو كده إمبارح دخل واحد شيخ بيسأله بس بك وما بيتكلمه في موضوع عبدالله رشدي بيقولوا كده سؤال على كلاب هاوس معلش سامحوني أنا النهاردة كده حمشي بالروح علشان لازم تعرفوا خطورة هؤلاء فكان فيه سؤال على الكلاب هاوس ده بيقول كده إنه هل إذا خلفت أراء عبدالله رشدي تكون بتخالف الإسلام؟ أيوة طبعا معظم الناس طلعوا يعني يعرجوا بين الفرقتين وقال لك ده شخص وده مش عارفين لا ده ما بيتكلمش من نفسه ده نفس الكلام اللي بيقولوا هما اللي قالوا دول هو اللي موجود في كتب السنة والشريعة هو اللي موجود في القرآن بلاش يعني زواج الصغيرات موجود في القرآن قوامة الرجل موجودة في القرآن ضرب المرأة موجود في القرآن كل ده هو بقى إيه بياخدوا يفصصوا كده ويقدمهوا لكم على طرابيزة جميلة أيوة إذا خلفت عبدالله رشدي تكون بتخالف الإسلام لأنه ده الإسلام بس يعني ما تزعلوش لما أقول كده هؤلاء الشيوخ هما اللي تعنطروا أمام الشاشات والجماهير وجبنوا وأنكروا وأنكروكم ما علموكم أمام القضاء ومش مرة واحدة مرات فجأة تكده تلاقيهم بقوا إيه لا أنا لا أنا مفيش أنا بلاش أنا لا أدري لا أعلم لا أعلم لا أدري فأنا بصراحة سميتهم كده شيوخ لا أدريين عارفين أنه في فكرة كده الناس اللي بتقولك أجناستيك تقولك أنا في إله وفي ناس أما تسألوا يقولك أنا لا أدري فهم سموهم لا أدريين دول بقى بقى شيخ لا يدري بقى من اللا أدريين وقادي فصيل جديد أنا شايفة بأمانة أنا شايفة إن ما حدث ده من الإحسانات الإلهية عليكم حتى يكون لكم فرصة ولينا فرصة للفهم والخروج من كنف هؤلاء خلينا نشوف الفيديو الأولاني ونتناقش كده في مش المحاكمة نفسها أنا ما يجدعوا بالمحاكمة نفسها أنا عايزة يعني أخذ الأفكار اللي وردها والأفكار اللي كدب فيها اللي ادهتكوا كده يعني من تحت الطرابيز تفضل في أي تخصص في مجال الدين قرأتم وتخصصتم حضرتك الناس في الدين يقسمونهم إلى علماء وعوبات أنا تخصصت في العوبات ما هو مبتغاكم من وراء ذلك الله إلى أي مدى كانت تصل خطبكم ودعوتكم إلى الدين وما مدى تأثيرها على الناس الله أنا أقامت في فئة العوائل أنا أعجب في أن أسألها كل شيخ دي قالوك مجال دي يكلمون أنا أكتر واعي في العالم إن شاء الله قال إنه صل الله عن النبي صل الله على الرسول صل الله على الرسول صل الله على الرسول كي معروفة وشهورة هو ده هو ده هو ده بتاع الصلع النبي هو ده هو ده بتاع الصلع النبي بص تاني هو ده بتاع الصلع النبي هو بقى إيه اللي هو فقال لك آه يعني يعني أنا معرفش أنا تخصصي مش عارف إيه عن المؤهلاته وأنا على فكرة مش مهتمة أوي بموضوع المؤهلاته ده لأنه الناس ممكن تكون دارسة ونامية روحيا وفي ناس عندها إعدادية ومثقفين كتير أكتر من ده كترة علش يعني الشهادة العلمية مهمة ولكن مش هي يعني مش هقفله على دي أصلي يعني الإسلام بيحاول يعمل كده زي صفوف للناس بس هو قال حتة يعني يعني أنا تصنيف تصنيف للناس شكرا هو قال حتة غريبة أوي قال لك هو الناس في مجال الدين يقسمون إلى قسمين علماء وعباد وأنا متخصص في العباد يعني أنت عالم من علماء الدين وهو خلاص الإسلام انقسم الناس نصين علماء وعباد ميبي فيه لا دينيين ميبي فيه يعني مسيحيين ميبي فيه ناس مثلا بين البنين يا أخي يعني ميبي ممكن يكون فيه ناس مثلا على قدر من العلم لكن مش عايزين يبقوا علماء مثلا إيه التقسيمة الغريبة دي بس هو في التقسيمة دي اعترف أنه هو من العلماء وبقيت الناس عباد ويبتدي بقى من هنا التسلسل بتاع تصغير الناس شوفوا الإنسان الأمين بيبقى أما يكون عايز يتعلم يعني أنا أنا كل يوم أما أعود قدام ربنا أقول له رب أعلمني أنا عارف أن أنا ناقصني تعليم كتير أتلقى من الله ويعلمني ويحط في طريق ناس تعلمني والأمر دا لا ينتهي إلى أن ألقى رب يعني دا اسمه التضاع ولكن أن أنا أصنف كل اللي حوالي على أنهم من العامة وأنا الشيخ وأنا المعلم دا الفكر الإسلامي دا مش فكره هو الوحد وحتشوفه طب أنت يا عم عايز إيه من اللي أنت بتعمله دا قال له الله أنا مبتغية الله بس سؤال أزعجني جداً إلى أي مدى وصلت رسالاتكم للناس فقال له أنا لا أعلم يا أخي هو الإنسان يعني النهاردة لو حد قال لي أنت الرسالة اللي بتعمليها دي وصلت الناس قديها أقول له كتير هقول له أنا بشكر ربنا على اللي ربنا عمله في وسط الناس والزرع اللي زرعوا في الأرض لأنه أنا شايفة ثمار لكن أنت حتى في الناس اللي تبعوك واللي أنت بتعلمه قلت الله الله أعلم مش اتضاع دا علشان لو قال أصوى لو قال أنا وصلت الرسالة للناس كتير هيقول له طيب بقى قول لي بقى أنت قلت لهم إيه بقى ومرة تانية قول أنا أخاطب فئة العوام حط الناس في الصندوق وبعدين بيخاطب فئة العوام عشان يقول لهم إيه يقول لها اضغطي وتحجبي وانتي عورة واحذاري والإرهاب فاكرين في حرقة من الحلقات وما كنا بنتكلم عن الجنة وقاعد الأستاذ دا قاعد يتكلم على الجنة والنار وبعدين راح كده في توها وهو بيتكلم على حور العين وكل هذه القذرات الموجودة في هذا الفكر من فوق المنبر عشان يغي الناس بهذه التفاهات ماذا علمت وأنت اليوم تقف كإنسان ما عندك شهادة لنفسك يعني إيه شهادة هذا الشخص مش بشخصانه صدقوني مش قصدي شخصانه لكن أنا قصدي أقول أنه الكلام مش مفيد ولكن الحياة هي الشاهد النهاردة هو وغيره عندهم قضايا مرفوعة عليهم متهم لأنهم تزوجوا عذارة وسبوهم أكتر من 20 وحدة رفعين قضية على هذا الرجل بالتحديد لكن في ديسمبر اللي فات يقف عبدالله رشد يقول لهم إيه بق يعني إيه الرجل بيتجوز هو أنتو زعلانين ليه هو في حد يعرف إيه اللي بيحصل بين الرجل ومراته آه في حد يعرف إيه اللي بيحصل بين الرجل ومراته لما يكون الرجل بيتجوز واحدة صغيرة كل 6 شهر ومتجوز ثلاثة ومخلي واحدة استبن يعني حد يرجع يتفرج على الأفلام القديمة مش فاكرة كان مين فريد شوقي وهند رستم لما عملوا الفيلم ده هو متجوز وكل شوية طلق واحدة ألا تتفكرون يا بهوات يا اللي بتقولون ألا تتفكرون فكرون في اللي بتقولوا عبدالله رشدي دافع عنه في ديسمبر في الموضوع ده والنهار ده برضو بيدافع عنه أنا مش مختلف مع الراجل فأنا مش شايف أنه عمل حاجة غالط هو مش تمسك علي حاجة أنا مش شايف أنه الفيديوهات موجودة اوكي أنا بقى بقول رسالة لكل العوام اللي هما بيقولوا لكم أنتوا عوام دول أنتوا مش عوام أنتوا مبشر خلقكم الله متميزين فاهمين ناصحين طالبين الله لو قفت قدامه قولوا رب أنا محتاج منك أني أعرف قولوا أعرفك قولوا رب أنا محتاج منك أن أنت اللي تعلمني قولوا رب أنا محتاج أنك تشيل كل جهل في قولوا رب أنا محتاج أنك تديني حماية إلهية في وسط هذا العالم المليء بالشرور المليء بالأعمال الفضية اللي لا تغير القلب خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده ألتعني في إجابتك أنك غير سلفي أنا لا أنتسل إلى قسم ولا الجماعة ما ليش علاقة بالحزب أنا أتكلم في الدين في الدين أنا فكري أنا أحب كلام الله وكلام رسولي صلى الله عليه وسلم وأنت فيه والسلفي السلفي يعني قد يكون متحزد أنا أقول أن هؤلاء إليهم مهدهم مفكرهم أما أنا فدعني أكون إلى العبادة إلى عبادة إليها هذه إلهية وإلهية وإلهية يعني لا ينسب إليك أنك سلفي معنى كلام حضرتك أنت مستم قبل أن تكون أي شيء إذا أحد قال أن أنا سلفي هو يقوم لكن أنا ما بقولش أني أنا سلفي طب إيه تدافلك إيه سلفي سدقوني الرجل يعني القادي المحترم جدا اللي الناس مبهدلين وبقى طبعا المسلمين المتشددين مبهدلين ولأنه يعني بيقولوله أنت إزاي وتسأله إزاي والرجل يعني الكلام ده كله الرجل ده الحقيقة على طول الخط كان بيحاول يساعده على طول الخط كان بيحاول يديله أفكار فبيقوله يعني طب يعني أنت عايز تقول أن أنت مسلم قبل ما تكون سلفي فقال له آه طب أنت جواك إيه قال له سلفي بس لما جاي تكلم عن السلفيين قال أنهم قصتهم يا كادوا يكونوا متحذبين فالراجل قال له يعني وقفوا رماهم تحت القطر هو هو رماهم تحت القطر يعني مين هو بيتكلم على مين دلوقتي هو هيكون بيتكلم على أصحابه بقى الأمرين اللي كانوا قاعدين جنبه دايما الحويني وحسان وغيرهم رماهم تحت القطر السلفيين متحذبين بس أنت إيه عم لا هم حد يقول علي أن أنا سلفي بس أنا مش سلفي طب جواك إيه سلفي إيه التناقض ده إيه التناقض ده شوف الفيديو اللي بعده وبعدين حاخد المكالمة أتشرف بوجودي في وسط الدعوة مدرسة الدعوة السلفيين هذه المدرسة التي نسأت في جنباتها تربيت على يد مسايخها تعلمت من كتبهم ومن أسلطتهم ومن كلامهم ومن توجيهاتهم نعم إخوتي هؤلاء هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي إذا كان ده نضال عمرك وفكر قلبك لماذا تخاف إنك تقول إنك سلفي إلا لإنك تعلم إن فيه شر في هذا الأمر يوقعك مع القانون أنت تعلم أنتم تعلمون أنكم ربيتم مجرمين دوليين علمني الحويني ورباني عقوب وصلي إن الله يعطيكم توبة حقيقية في قلوبكم خليني أخذ المكالمة معنا الأخت فريال ألو أخت أماني أهلا حبيبتي فريال إزايك أهلا حبيبتي سلام ونعمة المسيح معاك نعمة الرب باركك وضغتيك وأنا دائما أتابع حلقاتك والرب يباركك ويحفظك شكرا أختي أماني بالكتاب المقدس الشيطان وصفوه بكذاب وأبو الكذاب لأنه هو اللي يكذب فللأسف يعني هذه الصفة تنطبق عليهم لكن نشكر الرب أنه الرب يسوع المسيح له كل المشقال بفمه الطهر لأنه ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما إلا اللي يعلن فهذول الشيوخ الحقيقة انفضحوا وبينوا وبين كذبهم وخداعهم وتلوينهم واللي كل واحد اللي من كانوا كأسوت يطلعون على المنابر ويخطبون ويسيحون وراهم هذول المساكين الغلابة يقولوا يسيحون وراهم آمين فالرب يسوع المسيح أيضا قال بفمه الطهر أعمى يقول أعمى والاثنين يقعان في حفرة لكن نشكر الرب نشكر الرب يا أخوة أماني نتيجة ثبار الخدمة الرائعة اللي تقدموها في قناة الحياة الرب يبارككم إذا حضرتك أو الأخ وحيد أو نزار أو الأخ أشفر عارفة في ريال أنا الحقيقة كنت عايزة أقول كده في الحلقة النهاردة كنت عايزة أقول أنه ثمار هذه الخدمة يعني من بدايتها في 2003 إلى اليوم لكل العاملين فيها لكل من زرع فيها هي الحقيقة قدت استنارة وليس في ذلك كبرياء ولكن هذه الخدمة لم تكن تحدث إلا ببركة الرب فالنهاردة شايفين يعني أنا صدقيني بعض أسمع ناس بيتكلموا وأقول وما يكونوش مثلا عارفين إن أنا في البلاتفورم بسمع اللي هما بيقولوه ويقولوا مثلا الأخ وحيد ألكازة أو أبونا ألكازة أو فلان أو الأخت أماني أو يعني أو تعلمنا ده من الدكتور يعني بقوله يا رب أشكرك لإنك أنت اللي زرعت ده وعندما يزرع النور يعني والحق في وسط الأرض يثمر كرامة ويثمر حق للرب لكلمة ما بحثوا عن الحق وعرفوا الحق والحق حرر من اللي هو الرب يسوع المسيح ما جد للرب فسيروا إلى الأمام والرب معاكم ويحافظ عليكم وإنتم دائما في صلاتنا شكرا ويتمجد في خدمتكم والرب يحفظكم وأشكرك والرب معاكم الرب يباركك دائما مكالماتك كلها بركة ربنا يباركك حاببت يعني عارفين حقيقة لما الكتاب بيقول إنه الحق يحرر لكن ما أنا رأي الآن من شيوخ اليوم هم يعني ما يقدموه يسموه زي ما يسموه بقى تقية نص كتبة كتبة بيضة كتبة سودة لكن الكتاب المقدس بيقول كده كراهة الله شفاة الكذب أما العاملون بالصدق فرضا ورب يعلمنا إنه ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا أنا ممكن على فكرة حطي لكم مئات من الفيديوهات اللي تثبت يعني الكذب الكذب اللي تقال في المحاكمة دي لكل كلمة قالها لكن انتم كمان عارفين انتم كمان عارفين عندما تنكسر هذه النماذج والقدوات في حياتنا فإلى من ننظر أنا سؤالي لكم ده إلى من ينظر الإنسان أنا بشجعك إنك تنظر إلى الله وإنك تبحث في شخص هذا الإله اللي إذا كان نتيجة عمله هو هؤلاء فأنت يعني الأفضل إنك تجد الإله الحقيقي وتتنحى تماما عن هذا يعني المصار الذي يؤدي إلى الموت أوكي ده يعني أسطوب لازم يحصل في حياتنا كل يوم إحنا لازم نفرق بين إن المتكلم اللي بيتكلم ده والرسالة هل تقودك هذه الرسالة للهلاك وهل يريدك الله إنك تنظر إليه وخلينا نشوف الفيديو اللي بعدك هل يمكن أن تفسر لنا هذه العبارة الفكر السلف التكفيري صدقاً والوضعي نعلم السلف سلف تكفيري تكفيري قال المتهم أيضاً أنه اتقل بعد ذلك إلى المحلة الرابعة وهي الفكر الجهاد ثم انتقل إلى المرحلة الخامسة وهي الفكر الداعش ما هو الفكر الجهاد لا أعلم تبحث في هذه الأمور وهذه المسائل كثيراً ما قد الأمور لهم كاربة للجهاد ولنا جهاد للجهاد أوكي لو خدت كل كلمة في الحتة فيها مشاكل كبيرة قوي على فكرة يعني شيخ عالم يقول لك أنا أصي الناس جزئين علماء يعني عباد هو ناس ما بتعبودش بالجهاد برضو ولا ما حدش بلغك الحتة دي ولا يعني هي بس المسألة الشنطة الحمراء وأختاه إحذاري يعني إيه إيه جهاد الكلمة اللي حضرتك بل جهاد الكلمة اللي حضرتك بتتكلم عنه ده هو اللي بيوصل للناس دي إنها تقوم تعمل الجهاد الفعلي اللي على الأرض يعني لازم نفهم إنه السلفي يعيدك العصر السنة محمد والتابعين وتابعي عشان كده القاضي لما سأله بعد كده يسأله طب يعني مين الكافر طب يحصل إيه لو فقتل الكافر نقتل الكافر إزاي قاله ما عرفش يعني الشيخ قال إنه هو حنبالي المذهب فعلشان يعني نفهم الموضوع ده لازم نفهم إنه هذا الرجل يفهم يعني إيه تكفير الآخر إن أحمد بن حنبل مثلا كده قال كده إلى أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر ومن لم يقل عنهم إنه كافر فهو كافر أيضا يعني فكرة التكفير ده إذا حد خالف حاجة في الفكر بتاعهم وقال لك إن القرآن مخلوق أو أي حاجة تخالف الفكر يبقى كافر في الأساسيات بتاعت الإسلام واللي ما يكفرش الكافر يبقى كافر والأستاذ قال إيه حنبالي أنا حنبالي خلينا بقى نشوف موجة الدفاع عنه وأنا هجيب لكم بس موجة الدفاع اللي جات من حاتم الحويني فحاتم الحويني كده مستخدم الهاشتاج منين ابن تايمية ده الرئيسي عنده سوري معلش خليني أقرأ من هنا اللي إني مش شايف بصراحة لكن ابن تايمية بيقول كده فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازدادوا حسنا وبهاؤها حتى يكون أحدهم فيه كبر وأحسن وأجمل منه في صغره حفظ الله أهل العلم والدعوة والسنة وأعلى ذكرهم في العالم أمين مين بقى اللي بيتكلم عنهم حط بقى الصورة اللي بعدها وبيتكلم عن مين دول والكلام ده إمتى بعد المحاكمة بتاعة يعقوب طبعا ده نهيك عن الدفاع بقى بموضوع أنه اللي عمله ده كان حفاظا على نفسه واستخدام الحديث بتاع عمارة بن ياسر وأنه محمد قال له أقلبك مطمئن قال له آه مطمئن قال له طب ماشي ما يجراش حاجة يعني كده فأدي نوع من التعديد لأنه أيضا بيحاول أنه هو يداري على اللي موجود في أبو وحسان والناس اللي هو تربى فوسطه فوسطهم نشوف آخر واحدة آخر سلايد بقى يقول يعني بيدعي بقى معاه وطبعا ده فيديو بس أنا محبيتش أحطه يعني الله أكبر على كل ما من تنمر واستكبر يعني يقول الكفاية نبرد صوته والله وهي خرجة من قلب للقلب كده وهو أعمال يديع على الناس فطبعا ده يعني علشان يغطي على مواقفهم كلهم ف يعني كل بقى من انبرة يدافع عن الشيخ هو ينبري ليدافع عن إيه هو ينبري ليدافع عن راجل يعني كده كده رسمي وقال شهادة زور في المحكمة ولكنه مش حرام كويس أوكي طيب خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده وده الحقيقة من الفيديوهات يعني المدهشة جدا هل يوجد اختلاف بين هؤلاء في أفكارين وامورين مثل قيا لا لا أدري لا أقصده بالإيمان الخليفة وضح الإجابة أكس الخليفة الخليفة المسلمين والذي نصره أهل الحق والمحط هذا الكلام تطور في العصور المتلاحقة فأصبح المسمى قد يكون مختلفة أنا عاوز تطور معايا برضو كلاما فكرا ما هو المقصود بالإمام الخليفة ليس عني نيران يعني الملك هو الخليفة لا الخليفة الممكن شيء رئيس الدولة هو الخليفة الخليفة الممكن شيء ووديده الأن شيء الرام أولا 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 طيب هو الحقيقة يعني الفيديو ده أنا كنت عايزة قبل بعد التاني لكن أنا ظهر ديتولك وغلط لكن بص شوف بقى هو هنا بيسأله عن الخليفة الممكن وبنشوف مرة تانية إنه الراجل بيحاول يساعده طور معايا فكرك شوية هو الشيخ الشيخ يعقوب مش عارف إنه لو لو قالوا إنه النهاردة الرئيس يعتبر هو الحاكم وانتازل تقوله إنه هو الخليفة لا مش هيقدر يقول كده إنهما منتظرين الخليفة والخليفة الممكن ويقولك على العالم كله هو يعني الخلفاء الرشيدين كان في حد منهم خليفة على العالم كله ولا إنته ده امتداد للدعوة بقى ده الامتداد اللي إنته عايزين تعملوه هو بس بيأكد الفكر اللي هو بيتكلم بي يعني والرجل يقوله طب يامني يعني بساعدك طور في كلامك يقوله لا أبدا ما عنديش حاجة غير كده هو الخليفة الممكن يعني الخليفة رئيس الدولة لا الخليفة شيء ووليه الأمر شيء ولكنه أيضا لم يعترف إنه وليه الأمر يتبع يعني هل أنتوا مثلا زي المسيحيين بتدعوا لوليه الأمر مثلا زي الكنيسة كل أداس مثلا وكل اجتماع بنصلي لرئيس الجمهوري وبنصلي للقادة في البلد ندعو الله أن يعينهم ويعين قلوبهم أنها تكون مستقيمة أمامهم لكن أنتوا عايزين رئابهم بس علشان يبقى في خليفة ممكن خلينا نشوف اللي بعد كده هاي اندي ما لدينا لعبها لعبها كيش حي عقوبة توقع عليهم عقوبة الكرفة لإيه مهد مهد المسائل والمهد والأضرع هل تنسى أن بمصر أظهرها الشريف أليس علماء أظهر الشريف هم علماء أمة الآخر حال الله للعالم ما تشاهد الأول علماء تقول لما تشاهد الأول علماء مهد مهد قد يكون هناك علماء كثيرين جدا وأنا لا أعرف يعني أنت مش عارش تجاول الغيار الصغيرة طبعا يعني ايه دولة جوة دولة جوة دولة جوة دولة دول عايشين بيخلقوا بيخلقوا دولتهم الصغيرة ويكبروها باستخدام الشباب دول لأنه هما مش متصلين بحكم البلد وقانون البلد قانون البلد اللي هما عايشين فيها ولكن أيضا التدليس بقى يقوله حكم الكافر ايه القاتل طب القاتل يتقتل الكافر يتقتل ازاي ما يردش ما عرفش لا أدري لا أدري ما تعرفش أنتوا عندكم القاتل أو الكافر يقتل بالسيف تقطع رقبته يعني مش قادر يقول كده لأنه هيخالف المحكمة لا أدري كله لا أدري في السنين اللي فاتوا كانوا بيعملوا كده بس لأنه هذا هو الأسلوب بتاع محمد والقرآن يعني دي الأوامر هي كده لازم تتعامل كده فيه يقول لأ طب هو إيه رأي في حكم هدم المساجد يقول له لا هو فيه مسلم يهدم مسجد برضو بس هو ما كانش السؤال هو بيقول هدم المساجد والكنائس والأضرحة تجاهل تماما إنه في حاجة اسمها كنائس وأضرحة تجاهل تماما حرق الكنائس مش بس حرق الكنائس في السنتين ثلاثة دول لا ده التاريخ المرير للطهاد المسيحيين والكنيسة عموما في مصر ما بيحصلش على أيادي ناس عادية يعني هو كان بيحصل على أياديك وأنت فأنا مش عارفة أنت يعني الاستخفاف بعقول الناس ده لأنك عايز تحافظ على نفسك لأنك عايز تحافظ على نفسك فأنت أظهرت وأشكر ربنا أنت وغيرك تظهر أنكم يعني أفواهكم مليئة بالكلب بس أنا عايز أقول لكم طيب خليني أخذ المكالمة مساء الخير أهلا أخي بولس مساء الخير أكت أماني أهلا وسهلا إزايك يا بولس أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك تفضل تعليقك تعليق عنوان الحلقة كان المفروض يتبقى عليها حاجة أن شيوخ الإسلام علمونا الرجوع إلى الخلف عملناها عملتها قبل كده يا بولس عملتها الاسم ده برضه قبل كده يا إحضر السيارة ترجع إلى الخلف ممكن أنا ما شفتاش ولا حاجة طيب أنا مش شايف أنهم علمونا حاجة صحيح أنا شايف يعني معلموش الأطفال ولا علموش الناس حاجة تفيد المجتمع وبولس أنت عابر يعني مش كده فأنت بتتكلم من خبرتك الشخصية آه النهاردة حصلت حاجة أنا كنت قاعد مع واحد شيخ ولما صلى الجمعة ورجع فبنتكلم في خطام الصلاة فهم بيختموا الصلاة يعني بعد ما يخلق الصلاة لازم نسبح 33 ونحمد 33 ونتكبر 33 فأنا بقول له إيه المشكلة لما يبقوا 50 يعني هو لازم يبقوا 30 قال لي لا 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 بنفعش ده اللي يعمل كده ده يخش الناعة ده كده مخالف للسنة ده مخالف للنبي يعني تخيل العقلية وصلا افتاد أنا سبحت ربنا مية مرة إيه المشكلة يعني في وانا هعمل لكم حلقة على الحكاية دي لأنه الظاهر دي البضعة الجديدة اللي كل شيخ مسك لنا فيها الطريقة ولازم تعملها بالطريقة دي وتعملها كده ويعني الكهنوت الإسلامي اللي هما بيحاولوا يدفوه علينا وقد ايه حياة المسلم اللي تبقى مقيدة بهذا الرعب والخوف بتكون مؤلمة يعني كل يوم يطلعون بتاليعة جديدة من السن أنا مقلمني العقلية اللي وصلت للدرجة دي العقلية دي لها يعني لها أبعاد تانية أنا أقصد لها أبعاد تانية ولها حاجات تانية لما العقلية تبقى بالتفكير ده واني أنا لازم أعمل كده ولو زودتي مرة واحدة يعني هتبقى مشكلة ولازم أصلي على النبي كم مرة وليه ما صلتش عن النبي وليه مش عارفه والحاجات دي 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 مشكلة أمين يا بولس أشكرك وأشكر رب من أجلك شكرا على مشاركتك النهاردة ويباركك طيب الفيديو اللي بعد كده نشوف الفيديو اللي بعد كده ونكمل التعليق لأنه خلاص قربنا على الانتهاء ولا فهما لواقع انتحياه الأمة أن يمنع دعاة إلى الله عز وجل ظلوا يتحركون على الدعوة أربعين عاما على مرأة ومسمع من الدنيا كلها عامة ومن الدولة ورجالاتها خاصة ربما يرد علي الآن رد ويقول فمن تحت أيدي هؤلاء العلماء والمشيخ خرج المتطرفون وخرج من يرفعون السلاح أقول لقد خرج رأس الخوارج في عهد رسول الله صلى الله وليه وسلم ذو الخويصرة التميمي رأس الخوارج الذي قال للنبي اعدل يا محمد اتق الله يا محمد فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله هذا في عهد النبوة والمرب هو رسول الله طيب يعني الفيديو ده هو لسه منشور فأنا يعني مش عارفة هو كان بيتكلم فعلا على الموضوع بتاع الشيخ يعقوب ولا الفيديو قديم بس أنا يعني تعليقي على الفيديو ده والفكرة اللي فيه انه انا مالي انا علمت الناس حاجة وهم راحوا تطرفوا ازاي انت تكون بتعلم العلاقة بالله وبتقول للناس انه هما تكون لهم علاقة بالله وهي بتعلمهم عبادات ومش عارف ايه فيروحوا يتطرف الا اذا كان افكارك فيها فكر تكفيري للغير فكر اقصائي للغير ودي مش حاجة يعني جديدة هو الاسلام في اي مكان فكره اقصائي وتكفيري الناس بتاخد بعضها وتاخد عائلاتها وتروح تعيش في الغرب ويقصوا الجميع يبعدوا الناس كلها عنهم لانه هو عايز يعيش بالطريقة دي لحد ما يبتدي ينشر افكاره ويحط بقى قوانينه في البلد ويفرض على الناس انها اتعاملوا بطريقة معينة لانه انت بتعلمه انه مش جزء من الناس انت بتعلمه انه بقى سيد الناس انت بتعلمه حتة انتم الاعلون دي انتم مش اعلون لا علينا ولا عاية اي حد انتم الان في مقزق الاسلام الان في مقزق لانه ظهور هؤلاء ايضا يكشف الوجه الاخر من العملة الهدية عبدالله رجدي المتشدقة الدائم بانه يعني السنة ولازم تعمله كده والقرآن كده ومش عارف ايه وتحتها كده الازهر قادم هو الوجه الصوت العالي البوق اللي يبوق بيه الازهر والازهر يعني ايه مديكم الوش المرتاح شوية دلوقتي لكن عندهم واحدة وشغال وده برضو حيتكشف ودول برضو حيتكشف تحت السماء وقت لكن التنبيه العام والمهم انه هؤلاء يستهدفون الشباب ويستهدفون تغيير افكار الناس لكن اللي قاله الشيخ محمد حسان كمان فيه حاجة مهمة اوى انا كان نفسي يعني تنتبهوا لها انه يعني اذا انا علمت واحد وطلع متشدد طب انا مالي او طلع ارهابي وقتله اتنين ثلاثة انا مالي او خمسين او مية او الف انا مالي انا بس علمته الاسلام يا رجل عيب يعني يعني عيب لازم الواحد يتكسف انه يقول حاجة زي كده لانه هذا الرجل واني رح رابطها على طول بقى بمحمد يقول لك اصل رأس الخوارج طلع من محمد طبعا هم كانوا عاديين بيتخنقوا على تقسيم السريق اللي كانوا سرقينها من قفلة او من غزوة يعني وطبعا محمد عشان بياخد اكتر وبعدين بيدي على مزاجه وكلام من ده فطبعا لازم يقولوا انت مش عادي فبقى من رأس الخوارج لانه قال اعدل يا محمد اصلت فتح بقه زي ما بيحصل دلوقتي مش عايزيننا نفتح بقنا عليكم ولكن انتم ايضا في شر كبير يعني انتم نفسكم عايشين في هلاك وبتكذبوا على نفسكم فاذا كان اذا كان دين محمد لم يصلح شعب محمد فيه ولا شيء يعني انتم بتقولوا عليه رأس الخوارج ده ده واحد من الناس اللي لم تتأثر بالدين اللي المفروض يجي بل تأثرت بواقع حياة محمد وتأثرت بالوصية الاولى انه الارض كلها تبقى الاسلام باي طريقة مش كده لازم نفكر خلينا نسمع في لقاء بين الشيخ يعقوب والشيخ الحواني وحسان نشوف كده كانوا بيتكلموا على مسألة الشباب وازاي يعد القلب ومش عارف ايه فكان الحواني بيحكي على انه انه يعني في ناس لما جمل الاسلام الاول هما ما كانوش مؤمنين لكن هما بيعوا الرسول فلما بيعوا الرسول بقى بقوا يناصروا المناصرة دي فكرة يعني في الاخر الفكرة انه مناصرة الرسول ما كانتش عن ايمان الاول ولكنها عن فكرة قبلي انا حناصرك انا هبايعك انا مش عارف ايه فبقى عندهم توالدت عندهم هذه العاطفة الحمية يعني اللي خلتهم يبقوا مدافعين عن الاسلام اللي من نشوفه بقول ايه هي دي العاطفة التي نحن نفتقدها الان او الامة في اجمالها وان كنت يعني ارى مبشرات ورجوع الشباب بالالوف المؤلفة زرافات واحدانا بحمد الله تبارك وتعالى وعلى المقابل هناك الوف مؤلفة ضائعون وهؤلاء ايضا نخاطبهم ونثبت الذين رجعوا الى هذه حضيرة الاسلام مرة اخرى هذه العاطفة ما لم تكن هذه العاطفة الحرارة التي تحرك القلب ما لم تكن طيب كيف نحي هذه العاطفة ان الشباب الصغير يقول لك طب تربونا طب علمونا طب فين المعنى دا اللي هو انت على دين عظيم من البداية الله يفتعلي ولا ينصرن الله من ينصر انصر تنصر انصر تنصر اسلم تسلم طب استنى انصر يعني هو يعني لسه ما عارفش حاجة عن الدين وما عندهش علاقة بالله انت عايزه ينصرك برضه عشان يعني انت اللي هتنصره بقى مش هذا الاله تأجيج المشاعر بينتهي بعد شوية لكن التغيير الحقيقي يجعلك تحمل الرسالة الى النهاية وهذا ما لم نراه في كثير من شيوخ الاسلام ولا سيد قطب اللي عملين يتشدقوا بي برضو لم يحمل الرسالة الى النهاية وحامل برضو حاول برضو حماية نفسه هقولها تاني الناس اللي بتملى الناس بالشر وتؤجج مشاعرهم بالغضب لرسول الله وحملات الا رسول الله وحملات الدفاع عن الاسلام والكلام ده كله وهو غير فاهم وهو يعتبر نفسه من العامة وهو يعتبر نفسه من الجهلة حتى في وسط الكلام كان بيقوله انه حتى من الملتزمين عامة وحتى من الدارسين عامة كلكم عامة ولما تعد تتناقش مع اي شاب او شابة يقولك اصلا انا مش فيها مشاكل انا مش راجل دين انا بقى ايه طب تعاين نعمل مناظرة مع راجل دين لا يا بابا لا انت عندك قلب وعندك فكر وعندك انت انسان تستطيع ان تفرق بين الابيض والاسود والصح والغلط وده وضع الله فيك لا تستسلم لهذا الكذب هقولها تاني تأجيج المشاعر الفضية والحمية القبلية ينتهي بعد قليل لما بتروح الفايدة لما بتلاقي نفسك واقف حزب كده ما انتش عارف تعمل ايه لكن التغيير الحقيقي يجعلك تحمل الرساية زي ما حملوها الرسل وكلهم والمؤمنين الاوائل امام القضاء الشهداء الى اليوم اما بيقفوا امام اهليهم بيعملوا ايه بيشهدوا للمسيح حيزة يعني الكتاب بيقول كده فمتى اسلموكم فلا تهتموا كيف او بما تتكلمون لانكم تعطونا في تلك الساعة ما تتكلمون به انت هتعطى من الله والله لا يمكن يشهد شهادة زور وروح الله اللي فيك هيشهد لعمل المسيح فيك وسلام الله اللي فيك هيشهد امام الجميع عن التغيير اللي فيك مش الخوف اللي فيك الرسل كانوا اثيقوا الى يعني انهم يقفوا قدام القضاء علشان يقولوا لهم ما تعملوش كده ما تكلموش الناس عن المسيح وبعدين مسكوهم ضربوهم وشددوا عليهم انهم ما تكلموش تاني عن المسيح طلعوا وقفوا قدام الباب تكلموا برضو عن المسيح لانه ينبغي ان يطاع الله اكتر من الانسان اول شهداء الكتاب المقدس كما نعرفهم يعني استفانوس وقف وشهد منذ البدء ابتدى ابتدى من سفر التكوين يعني استفانوس ما تشوف في الاسحاح السابع والتامن تلاقي انه من سفر عمال الرسل تلاقي انه فعلا زي ما احنا بنهذر كده ونقول ايه ما تعودش تحكي الحكاة كلها انت هتبتدى من سفر التكوين اه استفانوس ابتدى من سفر التكوين كانت شهدته لالله عظيمة وهو يرى الحجارة في ايديهم والغضب في اعينهم وكانت شهدته الى ان رأى المسيح واقف يستقبله فقدم غفران لكل اللي حواليه حتى وهو يرى الموت وهكذا من غير الله قلبه انا بقول لك وبقول لك النهر ده اترك خداع الشيطان وقول له رب احميني من هذا الخداع رب نضف قلبي اللي بينكم كده اللي واقف بينكم يعني منكم على على الطريق ما هواش عارف لسه هو فين يرى الشر ولكنه مش عارف قل له رب في اسمي يا سوع احميني من هذا الشر يا الله يا محب البشر غير قلبي وعلمني اني ابتعد عن هذا الشر احجب عني هذا الشر حتى افهم محبتك وعظمتك وشفاءك اللي غيرني من الداخل عايز افكركم انه عندما تعرفون الحق الحق يحرركم عندما تقولون الحق كمان هذا الحق في الايمان الحق بشهادة المسيح الحق في حاجة انت عملتها وعايشها غلط صح لما بتقول الحقيقة وتكشف خداع الشيطان وتعيش الحقيقة وتسمح لله يعمل فيك الله بيغيرك تغيير حقيقة الناس كلها تشوفه بس انت اول واحد بتبقى عارف انك في سلام مع الله واول واحدة بتبقى عارف انك في سلام مع الله بصلي انه سلام الله الذي يفوق كل عقل يملأ لبكم النهاردة بصلي يا رب غفران للشيوخ دول بصلي يا رب انك تبكت قلوبهم من الداخل وتتقابل معهم اليوم اشكركم والى اللقاء في الحلقة القادمة